كمال عادة يعني كمال عادة لقينا الاخوة هشام قاسم وعمر واكد ده نموذك بس يعني سريعا اهو قدام حضراتكم هاتلي بريم لو سمحت من فضلك اهو ده الاساس هشام قاسم النطق باسم الحركة اللولبية للليبرالية الجديدة اي كلام يعني بقول ربنا يسترع على سجلات الوزارة صاروا عقرية هائلة اصبحت مهددة بالنهب قيمتها في الغالب تسوي تريليونات الجنيهات وليس مليارات لابد من تحقيق علني يكشف اسباب الحريق يعني خلينا اقول هو لابد من تحقيق علني يكشف اسباب الحريق ده انا معك فيه ما هو ده شغال والرقابة النيابة الادارية شغالة يبقى مطالبة هشام بتحقيق علني ده كلنا ده يعني حاجة ما تسئش يعني يعني اعتقد الوزير والدولة وكله شغالين في هذا الاطار وهما اللي بيطلبوا بكده لكن فكرة بنت ربنا يسطر يا رب يسطر علينا جميعا سجلات الوزارة بلسار وعقرية هائلة اصبحت مهددة بالنهب مين اه يعني السرعة العقرية اعلاقة السرعة العقرية بالحريق واعلاقة النهب يعني انت بكلم يعني ايه مش فاهم يعني عايز تقول ايه يعني عايز تقول هشام قاسم عايز تقول ايه على فكرة يا جماعة الغمز واللمز لما يكون من ناس سياسيين بيبقى دمه تقيل يعني هشام قاسم لما ييجي يغمز ويلمز ويعمل يعني النواد يعني فركيكو يعني دمه بيبقى تقيل لانه اعتقد انه عيب في وقت الازمات ان احنا نقول هزي الكلام ما يصحش ما يصحش لكن اعتقد بردو انه ده شام قاسم لما عملش كده ما يبقىش يشام قاسم ولما عملش كده ما يبقىش لدور وفي الحركة اللولبية بتاعت الليبرالية الجديدة